اشتركوا في القناة 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 إلا أن تفتح مكتبها مرة أخرى وتخليها تخدم أو أن تتخذ إجراءات قضائية في حقها وتسكر عن تلك القضاء لا هو معناش مكتب دائم مدينيه لقناة الجزيرة لأنه أحنا أصلا لقابة صحفين ناقسين مكاتب وعن ديبروجية ساعت نخدموها ما نلقاوش المكان اللي نخدموه يعني في المبنى هذا بتاع نقابة صحفين وساعت حتى أعضاء المكتب تفيني ما نلقاوش مكان اللي يجتمع فيه ولكن كما قلت زميلات أو زملائنا في مكتب قناة الجزيرة في تونس يخدموا في القاعة الرئيسية الكبيرة قاعة الندوات كما موجودين برشا لو كانت ننزل الآن تتلقى على الأقل ثلاثة أربع صحفين أخرين غير صحفين من قناة الجزيرة لأنه برشا ناس يخدم هنا عانا لفريلانس عانا ناس اللي معانتهم شاني أماكن عمل يجيوا يخدمون هنا ونقابة صحفيين ملتزمة بأنها تحمي منظورها بأنها توفر ظروف العمل اللازمة والمريحة لمنظورها وخاصة أنه لا تنتظروا من نقابة صحفين أنها تطرد أي صحفي لجأ إليها ولا تطرد أي صحفي يعني يشتغل موجود هنا حتى يؤدي مهامه هو ثم خطر داهم من السلطة لأنه كما قلت منذ البداية السلطة مسؤولة على أولا سياسات النظام بصفة عامة اللي هي يعني في علاقة بالنفاذ إلى المعلومة السلطة عطلت تماما حق النفاذ إلى المعلومة الاعتداءات والاتهاكات خاصة اللي جاية من الأجهزة الرسمية كما أجهزة وزارة الداخلية مثلا هي مسؤولة عنها السلطة والسلطة قادرة أن توقف هذا لو كان لديها الإرادة السياسية وأيضا في نفس السياق هناك يعني تجييش كبير وتحريض كبير على الصحافة والصحفيين على مراسلين الصحافة الأجنبية على الصحفيين التواثة اللي يخدموا الآن إلى هنا فقط لأنهم ينقلوا في الأخبار ينقلوا في المعطيات أو فقط لأنه نقابة الصحفي كان لديها ولديها إلى حد الآن مواقف يعني معينة أحنا موقفنا ناخدوها بطريقة مبدئية والصحفيين التواثة من حقهم من يعبروا على آراءهم ومن حقهم أيضا أنهم يخدموا في أي متى وسيلة أعلام نرتقونها يعني بطبيعة باستثناء وسيلة أعلام الصحيونية وخليني يقول أيضا أنه مناخ التجيش هذا متورطين فيه الجهات مثلا مساندة للسلطة والجهات مساندة للمعارضة وشفنا اعتداءات خطيرة صارت حتى في مظاهرات المعارضة كما اعتداء على زميننا أيمن حسالة من تلفز التوصية والشعر لمات في الوقت هذاك في الاعتداء هذاك يعني ثم مناخ من التجيش فالحقيقة مش موجود مش مرتبط بـ 25 جوليه هو موجود من قبل وزاد ازدهر فيما بعد 25 جوليه والجهات السياسية في تونس والأطراف السياسية للأسف ما زادت تستعمل منطق الميليشية الإلكترونية تصليتها على كل من يخالفها وتصليتها على كل من تريد أن تهرسي له وأن تضغط عليه من أجل مراجعة موقف ما أو رأي ما أحنا بالنسبة لنا في نقابة صحفينا نتقد أن معركة الحريات والدفاع لحرية الصحافة والتعبير هي معركة مهمة وأساسية لهم وهي لرأس أولوياتنا لأنه مش ممكن نتحدث على صحافة جودة أو حق للمواطنين أو خدمة الصالح العام دون حرية صحافة والتعبير هذا يعني مسألة لا نقاش فيها وخاصة أن هناك توجه نحو إعادة تولس إلى مربع مقبل الثورة مربع القمع والانغلاق ولكن في نفس الوقت أقول أنه من المهم بقدر ما ندافع على حرية الصحافة بقدر أن ندافع على صحافة الجودة وهذا ما دفعنا عنه في نقابة صحفيين وأنا شخصيا كنت في عديد المرات تقول أنه رأي من أكثر ما يهدد الأعلام ووجود الأعلام وثيقة الجمهور في الأعلام هي هذا ما يسمى بالتليب وبال وبأعلام التفاهة الذي انتشر خاصة في وسائل الأعلام الجماهيرية التي تنشر النماذج التافهة والنماذج السطحية وتروج للقضايا التي لا علاقة لها بمشاغل المواطنين وبمشاغل البلاد أقول أن حرية الصحافة هي مسألة حيوية وأساسية ورئيسية ولكن أيضا مهم أن نهتم أكثر بصحافة الجودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة